ما يقال أن الغاء مجالس يعني هذا برأيك أو برأي الشارع أنه ولد ديكتاتورية ناعمة أي تفرد المحافظ ورؤساء الدوائر بالقرارات أنتم يعني وهذا عفوا أنتج واقع فوضوي في إدارة المحافظات أغيب الرقاب على المؤسسات في الإدارات المحلية شنو رأيك؟ طبعا هذا الرأي جزء منه صحيح للأسف أنا ما أقول منظومة الحكومات المحلية منظومة منزهة 100% وخالية من الفساد شأن باقي المؤسسات لأنها ذات الأحزاب هي التي تتحكم بالمشهد السياسي على المستوى المحلي والمستوى الاتحادي فبالنتيجة التوجهات نفس التوجهات ولكن حلقات الراتين داخل الحكومات المحلية أقل والدكتاتورية التي تولدت نعم تولدت دكتاتوريات في بعض المحافظات جزء من هذه الدكتاتوريات كانت إيجابية وجزء كان سلبي الإيجابية منها بعض المحافظين الجادين اللي فعلا عندهم توجه وطني وتوجه إنساني لخدمة ناسهم لجحوا في استثمار هذا الفراغ بدون منغصات يعني تعرفون جنابكم وجود مجلس المحافظة مو دائما مثالي في إدارة المحافظة هناك أكو بعض المنغصات إذا ما كان المحافظ يمتلك أغلبية مريحة بالمحافظة بالتأكيد رح يتعرض إلى ضغوطات إذا كان يمتلك أغلبية مريحة لا بالتأكيد رح يكون شغلة سريعة وقراراتها سريعة فهذا الفراغ البعض وإنطاه فرصة لأن يستكمل مشاريع بسرعة ونجح في ذلك والبعض للأسف استأثر بالمشاريع ورح باتجاه آخر وبين هذا وهذا أنا أعتقد هذا المسار بالأساس ومسار قلق وغير قانوني وبالنتيجة يحتاج فعلا إلى أن يعاد إلى نصابه الحقيقي وإلى مسار القانوني حتى يأخذ مأخذه ولكن يحتاج إلى دعم اتحادي باستكمال الأدوات القانونية والمالية والإدارية لنجاحها والتي تخص قانون 21 معدل وأهم فقرة من هذا القانون هي المادة 44 بقانون مجالس المحافظات وهذه المادة تتعلق بوزارة المالية ونقل الوظائف المالية لأكثر من 120 وظيفة مالية تتعلق بالحكومات المحلية حتى تقدر تستفاد من كل الوظائف اللي انتقلت إلها من باقي الوزارات اللي معنية بتفكيك وظائفه لصالح الحكومات المحلية اشتركوا في القناة